السلام عليكم معكم الأستاذ إلا بيانسور اليوم غادينكملو توجور كما وعدكم فلعشي بالديمو كما كتشوفو في اليوم غادينشوفو الحصة ديال اللا لكتور الحصة ديال اللا لكتور بيانسور كتكون تهيا وربعة ديال الحصة عن دو سمين 4 سيانس عن دو سمين دونك الحصة لدورة ديال الحصة كتكون فيها 30 منت كينا لحسب المستوى كي المستوى مثلا السادس كيكون 45 منت في الحصة دونك على بركة الله نبدأ بون اه انوا كمونسي بيانسور كم وفيي حصة ديال اللا لكتور قبل ما نبدأ غنعرفكم كيفاش كتبدا الأستاذ الأستاذة بيانسور كتكون أوريدي يعني ديجا محضرة درس ديالها بطريقة بخوفيسيونال بطريقة احترافية دونك ما نجيو شو غاك نعطيو الترس أو القراءو هاكك اعتباطيا لا كيكون عندنا تحضيرات قبل ديال الدرس ديال الحصة ديال الكتور أي حصة أي حاجة عندها الهندسة ديالها دونك لابروميار إتاب المرحلة الأولى اللي كتعمل هالستاذة هي لابروميار إتابة ديالها ديال الدكوورة يعني مرحلة الملاحظة والإكتشاف كي يلاحظ شنو كي يلاحظ إلا كنو عندنا صور بيانفة كي يكون عندنا صور كي يقدرون تامدع لها ع護 Endeعظة الابروميار سيرلس هالستثم تقريب على ديال ديال hoje علbright ديال 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 الدكوورة الاقتشاف يجب حولا أن يفهم casos يدود دونك ان ناويت الالاف اه انتسيپي لسنس دو تكس هنا كنا دعو التلاميذ الى توقع معنى النص انتسيپي لسنس يعني الاستباق الى معنى النص ومن هنا كتكون عندنا طرح الفارديات لانه اي علم كنت طرح الفارديات من بعد كنت دخلو لجريبة وما تجريبة كتكون نتيجة سيلا مام شوز فلا لكتور دونك لازالاف شوز فلا لنصبع الرديات وما تحطい اي عم لكن انتسيو يدفع معنى النص انتسيوه لذي بسنسيز انت دخلو الفارديات من کلال بیانسيو انتسيوه لنسيش لديه لعروبراك لعروبلاك لنصبع لنظر الحل يعني الفسار محور ولمجه 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 السيطن لانه ايجب انتسيوه بل دخلت ايجب انتسيوه العروب donc le texte il va parler de ça il va parler de ça donc كي قتقربو من المعنى دي النص وبيان سور كتكون هادية البداية باش مني كيفهم كي عرفي قرأ et bien سور pour la lecture magistrale أو بيان القراءة المعبرة اللي كتكون من طرف الأستاذة بيان سور parce que ça peut être fait par un bon élève comme ça peut être fait par la maîtresse mais je préfère bien sûr هاد القراء المعبرة أو بيان للكتور magistrale فتة par la maîtresse bien sûr أو bien le maître parce que la maîtresse il va bien sûr lire d'une manière expressive avec des mimiques avec une bonne articulation donc بي يعني بي نتق جيد بتعبير جيد بي حركات يعني يعني الأستاذة تقرأ بي طبيعة الحال لكي تحبب التلميذ في القراءة فالأستاذ أو الأستاذة يكون مثال اللي جيدب بي يعني يعني قوي لكي جيدب القراءة أو التلميذ إلى قراءة ذلك النص اللي جيدب 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 جيدة اللي جيدب ه視 اللي جوم Whatsapp اغرياد اللي جيدب اللي جيدب اشتركوا في القناة eux aussi sous le charme et voilà bien sûr après la lecture magistrale لقدر une fois deux fois حتى trois fois donc هنا le maître ou bien la maîtresse qu'est-ce qu'ils font ils font une vérification des premières impressions يعني كيف لديك vérifier l'intبعات l'ول للتلام من خلال يعني طرح الأسئلة بشك يشوفو وش الفارديات اللي ترحو قبل لزيبوتاز هل هي صحيحة أو قريبة إلى الصحيح donc في كونسين de travail كما ترون هناك أسئلة qui sont les personnages de cette histoire من هم يعني شخصيات القصة شخصيات القصة les personnages donc ستلمي يعرف شنا هم les personnages toujours on parle des personnages كينين شخصيات كيكونوا في القصة في النص ستلمي يتعرف عليهم donc بيانسور كين هبرا لنوفو ماتر كين لزيلاف كين لزيلاف فلتكس رحواتحين او ستروف تيل أين يوجدون أين يوجدون بيانسور المعلمة c'est-à-dire institutrice donc l'instituteur ou bien le maître المعلمة la maîtresse ou bien l'institutrice donc لن تتقريب لن تتقريب لن تتقريب لن تتقريب لن تتقريب لن أن معلم القريب سريرا كأنم أريدن il était malade parce que l'instituteur d'un petit village est malade était malade d'accord c'est pour cela que le nouveau maître est venu pour le remplacer d'accord la quatrième question qui est monsieur Donat Dieu مان هو السيد دوندجو في الدزيان تابعه من رمزو دوندجو لم يكن قد فعل ơم أشياء الأستاذ الجديد المتابع ما أمرو كان أملها كان أملها أمسيو دوندجو يمكن que أمسيو دوندجو هو الأستاذ القديم يعني l'instituteur du village qui est bien sûr malade et qui était bien sûr remplacé par un nouveau maître un autre maître donc وصلنا للمرحالة لأننا نوصلنا للمرحالة 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 silencieuse donc هنا فضل مرحالة تلاميذ كيقراو القراع الساميتا donc باش كيزيدو يكدو المعنى وكيزيدو يتعرفو يتقربو كتر من الناس donc هنا les apprenants lisent le texte silencieusement كتكولوم لوسادا lisez silencieusement اقراو بسامت et après la lecture silencieuse on peut bien sûr demander aux élèves de faire une tâche par exemple de dégager par exemple les verbes d'action le titre les personnages et ça pour s'assurer que cette étape est vraiment faite donc اللي باش نتأكدو أننا vraiment هاد l'étape لأن كل تلميذ ما كتعرفش شنو كين فراسوش فغيمون دار القراءة الصامتة او للا donc الأستاذ الذكية هي اللي كترح يعني الأسئلة اللي تتأكد يعني أنا جو بخفر أن الأستاذ تطرح بعض الأسئلة باش تأكد أنه vraiment كانت القراءة الصامتة et après on passe à la lecture individual القراءات الفردية يعني هنا في القراءة الفردية كتقوم كل إحني هنا فاش كان ولي ومبعد مني كون تلميذ كيقرأ يقرأ النص ونتوقف عند الكلمات الصعبة يعني on s'aghet كون تنا un مو qui est difficile on s'aghet pour l'expliquer donc هذه هي les étapes كاملين donc احنا نرجع النص ديانا ديانا et on passe à la cinquième question relève au début du récit la phrase qui montre que les élèves ont peur donc استخرج من بداية الحكاية الجملة التي تشير إلى التلاميذ كان أو خائفون ديانا غام شو نشوف في الجملة في النص يعطينا بأن التلاميذ كانت إشارة ولا بسيطة على أن التلاميذ كانو خائفون وغنشوفون النص دونك رمشو البداية النص يعطينا 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 بسيطة 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 دونك هذه الجملة التي تدل على أن التلاميذ كانوا خائفون بسيطة بسيطة الجملة إنو فزي بسيطة يتفرجهم في تلا تليفيزيون يتفرجوا في بلاد العجائب باش يكونوا عارفين القصة ويعيشوا تهو مبح اللي عاش هاد هاد التلاميذ عاش مع هاد أستاذ بهالطريقة لعجباته لإسحاراته وكما كتشوفو هنا ميشيل بيكمال هذا هو يعني الكاتب نكار وحدها كتكون العنوان ديال الكتاب دياله يعني أستاذ ساحر وهنا خدينا خدو هاد المقطع من هاد الكتاب هاد الكبير حبادة كذلك لو الأستاذة أنها تطلب من التلاميذ يجيبوا نبدا عن حياة ميشيل بيكمال أو لا هي تجيب لهم وتقرأ لهم وتفهمهم وتشرح لهم أكتر وتخليهم يديروا ديغوا شارش علاش الله وهكا تكون سويفي ديال الأستاذة يعني أن ما شغل يعني تكون تحضيرات وتكون يعني تعطيهم يعني يفهموا أكتر مثلا تقول لهم أعطيهم أعطيهم يعني يعنيا يعني إنه يعني إنه يعني إني إنه يعني إنه يعني إني إنه يعني إني إنه يعني إني إعرفت يعني إني إنه كيلو كونتر يعني ما يبقاش حابس خصو يهضر هنا خصو يتكلم هنا خصو يعطي الرأي ديالو اه خصو يكون باش نشوفوش فريما نفهم النص وبطبيعة الحال كيكونو وكان ناخدو دك لي مو ديفيسيل كنكسبوهم اي لكان ام مو ديفيسيل بيانسور كن حاولو نستعملوه اه في النوت خو كونتكست باش كيقدر تلميذ يشدو مزيان وميموريزيه ويخلي عندو مارسي بوكو اه جسبر كست فيديو فوزا بلو كنتمنى انكم اه نعني نتمنى تعاليق ونتمنى ان تشجعوني وانا ما غنبخلش عليكم بكل المعارف او المعرفة اللي عطاني الله سبحانه وتعالى واللي قدرني اكيد ما غنبخلش عليكم وغادي بطبيعة الحال اه نتعلمو ونعلمو ونتعلمو يعني احنا ما حدنا في هادنية هدي وحنا كان نتعلمو اه لم يبقى لي غين لكم معرسي بوكو ايه او 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 او